شكرا لك وفاء بن يحياء إلى قطاعي الصحة الآن حيث وكدت الجمعية الوطنية للموازعين الصيدليين الجزائرين ثلاثة بأن الابترابات المسجلة حاليا في السوق ناجمة عن توقف سلسلة تموين وذلك لعدم تسليم ترخيص الاسترادة الخاصة في الوقت المناسب كما أشر البيان إلى أنه إذا كان هناك قطاع فإنه لا يشمل قائمة 300 منتوجة التي يتحجج بها البعض وأضافة الجمعية الوطنية للموازعين الصيدليين الجزائريين يجب أن نفرق بين التوقف الكلي الذي يشمل بشكل خطير المرضى الذين لا يجدون ما يعالجون به أنفسهم والتوقف الذي يشمل خاصة المنتجات ذات النوعية التي اختارت السلطات العمومية عدم استرادها والتي يتم استبدالها بمنتجات جنيسة مصنعة محليا وأقل كلفة وذات نوعية علاجية مماثلة ومعترف بها